ايكو تولك نيتو الترشح نحب ناخد رأيك في الموضوع سواء شكلا او مضمونا اول شي شكلا انا ما نفهمش كيفاش رئاسة الجمهورية الصفحة الرسمية متاع رئاسة الجمهورية ودهير انتر بارانتاز كيفاش مؤسسة متاع رئاسة الجمهورية تعتمد فيسبوك على التواصل الرسمي متاحها هذا يراه ماهوش معقول وماهوش صحي معتهم رئاسة الجمهورية مؤسسة عارقة مؤسسة قديمة تفوت قيس سعيد وتفوت الرؤساء اللي فاته وتفوت الرؤساء اللي جايد متنجمش تكون السياسة التواصلية متاعها فيسبوك متنجمش ماهوش رئيس الدولة حقه عنده وسائل اخرى للتواصل مع المجتمع التونسي سواء عبر خطابات مباشرة سواء خطابات في مجلس نواب الشعب ممشي حتى مرة المجلس نواب الشعب رئيس الدولة يمشي أولا شكلا ماهوش معقول أنه شكلا صفحة الرئاسة تقول رئيس الجمهورية يترشح للرئاسية ماهوش رئيس الجمهورية ترشح المترشح هو المترشح المواطن قيس سعيد هو اللي ترشح مرشح المحتمل المحتمل حتى لو أنك تاخذ ليزي حتى لو أنك يعمل الأوراق ويعمل التزكيات إلى آخره فمن ناحية الشكل ماهوش معقول نحب نوصل طوى لل 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 للأصل للأصل بش نرجع له الشكل على فكرة طوى نرجع له الشكل لكن نمشي في الأصل الكلمة الولانية متاعه قال لو خيرت لما كان لي أن أخطر ماش معانتها معانتها هو بالنسبة لي فما نداء من من العناية الإلهية من نداء واجب الوطني سماه هو قال له ترشح معانت هذية ينفي على الناس الأخرين هل نداء هذية أول شيء الحاجة الثانية اللاسامبوليك وراء المشيين البرج الخضراء بش يقول يقول احنا جيت أنا في البرج الخضراء بإمكانية الدولة ديجا وهذا يرجع للشكل معانتها معانتوش حق يستعمل إمكانيات الدولة بش ياخذ إمكانيات إليكوبتر ومصاريف إلى آخره والمرافقة متاعه وكل شيء لسبب شخصي متاع إعلنت رشح معانتوش حق نعمتها كرئيس دولة معانتوش حق يمشي بالإمكانية هذه ويمشي الأقصى نقطة بعدها فما حبها يعملها سامبوليك هو معانتها حاجة فما حاجة رمزية في الموضوع حاجة رمزية أنا هاني مشيت لإخر نقطة ومبعد نقرة أنا في الأنصار متاعه كيفاش يفسروا في الرمزية متاع الواحد والجنوب التونسي اللي عمره ما كان ينتمي لا لا سيدي سامحني من الاستقلال الجنوب التونسي ينتمي لتونس راه وهو والجنوب معاناش مشكلة متاع انتجريتات تريتوريال في هالبلاد هذه معاناش مشكلة متاع حدود في تونس راه الأخر مشكلة متاع الحدود سي وليد صارت في الاستقلال التونسي في علاقة مع الجزائر وبرقيبة وقتها قرر باش يعطي للجزائر جزء من اللي متخالفين عليه قال ما نحبش نخليلكم مشكلة مع الجزائر معاناش مشكلة متاع حدود الحدود بتاع تونس هي الحدود من الدولة الحفصية ونقبل حتى الدولة الحفصية هذه هي حدودنا معاناش مشكلة متاع حدود بينما عنا مشكلة كبيرة يا سي وليد عنا مشكلة الوحدة المجتمعية عنا مشكلة متاع وحدة المجتمع المجتمع قاعد يتفكك المجتمع قاعد يتفرق بينما ما فماشي عليش احنا تونس لهي عنا طائفية تفرقنا لعنا مشاكل تفرقنا عنا شوية جيهويات صحيح عنا مش هلا بتاع جيهويات وبحبش تتنحها الجيهويات لانه كل نظام سياسي يخدم بالجيهويات هذي معتها وهي تراوسب متاع تنظيمات قبلية ما يسمى بثقافات ما قبل الدولة ناس صحيح موجودة هذي الثقافات ما قبل الدولة هذي عندها تأثير ولكن اللي يقسم في المجتمع ما بين خوانة وما بين صادقين ما بين ناس اللي تتحب البلاد وما بين ناس تخوانة معتك كلمة تخوانة راي كلمة معتك اختيرها برشا متجمش رايه الفاسد اللي يسرق فلوس الشعب يتسمى فاسد ما يتسمىش خاين الخاين هو اللي باع دولته وبيع بلاده اللي فيت مصالح اجنبية واتضرت بلاده من هذيك مع اقصى درجات الجرم معناها في حق الوطن اقصى درجات الجرم والخوانة في البلدان الكاملة يعدمون معتك على في الساحات العامة ولا يقتلون معتك احنا تو كان يجي واحد يبيع اسرار الكيان مجرم والكيان اجنبي ويضر البلاد باش باش نحاكموه بنا جرم هكلمة خيانة ولت شوية لاخت الخيانة ولت الناس كل خوانة والمجتمع تراه خاصة في التفاعل متاع التواصل الاجتماعي اللي هو كان يكون نجم يكون كان يكون اثراء للنقاشات المجتمعية مثلا نتناقش مع بعضنا ونشوف كيفاش نحسنوا الامور وشنو الحاجات اللي تتحسنوا وشنو الحاجات احنا اليوم هالثقافة المجتمعية اللي تهزها وسائل وسائل التواصل الاجتماعي هي اشوم ما ثم في العلاقات البشارية ما بين الناس فانا بالنسبة ليا قيس سعيد كرئيس دولة اليوم كرئيس جمهورية وكمورشح مواطن قيس سعيد كمرشح يلزم يقول لنا اش مش يعمل واش عمل في جانب وحدة هذا الوطن وحدة هذا الوطن مهيش جغرافية وحدة هذا الوطن هي وحدة مجتمعية راو التواصل ما مش في السيد راو فما فما في السيد كما لمجتمعات الكل فما فما عاش خمسة في المياه عشرة في المياه ربما اكثر فما فما فساد موجود لفساد ولكن انا مش الدسكور متاعي الخطاب متاعي مركز كان على الفساد على الفساد لتقولش عليه اللي يسمعنا من البره وكان واحد من البره عنده وضن ما يعرفش الكرة الارضية وكان يسمع يقول هالبلاد هذية ما عرشش بها اما هالبلاد هذية فيها النسبة متاع الفساد اكثر من الدنيا كاملة الاخرين. لا. سمحني. اتواس فيهم برشة خدامة انتو متى وكنت تتكلم على وسائل النجاحة اللي من بعد مش يجو في منصعتين. عنا شبابي عم ستة وستين كيف? تهيت نعاونوا بعضنا. تهيت نخدموا مع بعضنا سي وليد. اما خير ولا نقعدوا في خطابات تتفرق في المجتمع. انا بالنسبة لي وحدة المجتمع اللي تكلم عليها وذي في في صلب الموضوع. قيس عيد بالنسبة لي الفشل الاكبر متاعه. الفشل الاكبر. ونجمو نرجعو للفشل الاقتصادي والسياسي المؤسساتي الى اخيريه. فما عنده برشة عناصر متاع فشل في حكمه. وهذاك عليش انا منسندش اه مرشح اه قيس سعيد لانه بالنسبة لي عناصر متاع الفشل العديدة عنده. وضرب الحريات الى اخيريه. ولكن اكبر اه عنصر من عناصر الفشل بتاع قيس سعيد هي تقسيم المجتمع التونسي. بالنسبة بالنسبة بش نرجع على الشكل سيفوزي ابن عبد الرحمن للناشط السياسي والوزير الاسبق للتشغيل. اه اليوم احنا في معناه على مشارف مرحلة انتخابية مهمة في تاريخ البلاد ست اكتوبر الفين واربا وعشرين وقاعدين نحكيه على سباق اللي قبل حتى الايام الاخيرة اه كان كان فيه جملة من المؤاخذات منها الايقافات منها المترشحين اللي ما نجموش يسحبوا الورقة متاع التزكية تغيروا. بتاقي عدد ثلاثة. بتاقي عدد ثلاثة كذلك. اليوم هل في تقديرك اه الفيديو اللي هابتت نهار جمعة في صفحة الرئاسة اه بش تجي بش تكرس نوع من توظيف اه اه الوسائل متاع الدولة في حملة انتخابية. لانه اه الشكل اللي نحكيه عليه من قبيليكه هو فيديو في صفحة رئاسة الجمهورية. والتنقل صار كذلك بامكانيات رئاسة الجمهورية. وهذا يخلينا في تساؤل اليوم اه المترشح المحتمل القي سعيد هل سيكون لديه نفس الحظوظ مع باقي المترشح الأملة. بالطبيعة لا. بالطبيعة لا. بالطبيعة لا. بالطبيعة لا معتها سي وليد. راهو ايجي نقول لك بربي خلي نرجع الامور المبدئية. البطاق عدد ثلاثة شكون يعطيها؟ الدولة. تعطيها الدولة. نه. ليزي هل هي جزء من الدولة ولا مش جزء؟ من المفروض مستقلة ليزي. نا اي مستقلة ولكنها جزء من الدولة. معتها الدولة هي المؤسسات المستقلة والمؤسسات في الدولة. الحكومة هي الدولة. الادارة هي الدولة. القضاء هو الدولة. البوليس هو الدولة. رئاس جمهورية هي الدولة. ليزي والهيئات المستقلة هي الدولة. باه. علش الدولة تطلب في ورقة ما عند الدولة؟ انت يجيب هلها. تحب انت اه ليزي تحب بلتان يقدر وها عدد بطاق عدد ثلاثة انت دولة. اطلب بيدع عدد ثلاثة من عند وزارات داخلية. تعتعت هل evolve حته. لكن ما تعملت شي بالطريقة هذيك. هي تعملت على انه تعرف انما قانون أصدر ظهر لي معتها هي مذكرة عملها سيلا حبيب الصيد ربي يذكره بالخير ونغتنم الفرصة باش نسلم عليه ونحييه سيلا حبيب الصيد عمل مذكرة قال حتى إدارة ما تطلب ورقة ما تطلب المواطن ورقة عند الإدارة نفسها مثلا أنت تومش تمشي التقضي قضيتك مثلا يقول لك جيب لي مضمون لا أنا ما عنداش حق تطلبك في مضمون الإدارة لأن المضمون عندها هي إمكانية مثلا تمشي أنت تقول لك جيب لي الوضعية الجيبائية متاعك المالية على في الموضوع ذا يتبقوا في الرأي ذا المالية مثلا ما عندش تعطيك ولا تتقول لك قل للإدارة المعنية تدخل في السيستام متاع الجيبائية متاع تونس وتاخذ الاتساسيون فيسكال متاح بعدها الدولة ما تطلبش ورقة من عد المواطن تأخذ من الدولة هذي 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 دوك باش تقول لي أنتي توا هل أنو المترشحين لكلهم على نفس القدم المساعدة بي عليه بي عليه هفما واحد يتكلم كمرشح على صفحة رئاسة الجمهورية حل يا سيد الرئيس صفحتك أنتي وقتها للمرشحين لكل خلي يقولوا زادة كيف كيف مساجات متاحهم على صفحة الرئاسة إذا كان أنتي تحب تكون على نفس المساعدة على نفس قدم المساعدة وإحنا نحكيه على الترشحات ما نجموش كذلك ما نحكيوش على بعض الأحكام اللي يأما في علاقة بمترشحين محتملين أو ببعض النشطاء السياسيين وذير في الويكاند طلعت على مقال يحكي على ثلاثة وثلاثين إيقاف في علاقة بقضايا سياسي يأما لناشطين سياسيين أو لمترشحين محتملين المترشحين الجديين طيب في الترشحات الرئاسية أنا ما نحبش ننتقد المترشحين هذاك حقهم الكامل حق مواطني ودشتور ولكن فيما ترشحات فولكلورية دي ما في الرئاسية في الدنيا كاملة في العالم أجمع في العالم أجمع ولكن الفولكلور هذك نحيوه الإعلام الإعلامي طفية ما يتكلمش عليه هدون كي تنسيها على خاطر فما ناس تلوج تلوج في شهرها شخصية إلى خير ما نحكيوش على ذلك فما ناس جديين مترشحين وفما ناس جديين وأكثر من جديين مونعوا من الترشح عابير موسي عندها حضوض وهي كانت عندها حضوض جدية للترشح وليأخذ النصيب باهي من الأصوات عابير موسي اليوم في السجن وما نعرفوش عليش في السجن معتها توكيف نسمعنا شي يقولوا عليها المحامين امتاعها طواقم الدفاعية امتاعها ما فهمشي قضية متعلقة معتها تخليها لطفي المرايحي كيف كيف عنده نصيب معتها من أصوات حال أقل على في عمليات سبر الأراء اللي وصلت لنا وقتها تو معاتش فما لا سبر الأراء لا حتى شي معتها لطفي تويعقل لطفي المرايحي جسد ربي تدقيق في علاقة بسبر الأراء لأنه الموضوع تعرف في علاقة بالانتخابات هو ممنوع الاعتماد على أرقام سبر الأراء أنت تحكي على سبر أراء أقديم أقديم وحتى نجمع حتى نحكيه على أرقام 2019 صحيح على الأرقام حتى متاع 2019 و20 صحيح معتها باش نفسر حاجة اللي هالمواضيع هذية توى لطفي المرايحي باش تحاكم تحاكم بعدم الترشح مدى الحياة معتها فما حاجة راه على جرم ثمانية أشهر نافذة سجن نافذ وعدم الترشح مدى الحياة ما خليوش ما خليوش الوكيل متاعه باش يترشح عصام الشاب كيف كيف هذو بل كل قضايا قضايا سياسية هذه كلها قضايا سياسية وهذو مرشحين جديين فأنا بالنسبة ليا تواشوف فما في تونس المجتمع السياسي في تونس منقسم منقسم ما بينزوز أفكار فما فكر ويحملوه خاصة حزب العمال يقول أنا ما نشاركش في الانتخابات مقاطعة 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 لأنه ما فماش الظروف الأساسية وفما فكر واحد آخر وأنا من الفكر الثاني معتها ندافع على الفكرة الثانية ولكن نفهم مليح جماعة الفكرة الأولانية ونفهمهم وكلامه بيتسمع يلزموا شاركة يقولوا يلزموا شاركة وحتى إذا كانوا الظروف ما كانتش طيبة إلى آخره هي فرصة باش نوريه للناس اللي بالظروف ما كانش طيبة اللي كانوا المرشحين ما همشي على قدمه ساد فما سؤالي تسأل في الطرحة ذا الترشحات ما تجيب عشر ألاف ترشح عشر ألاف تزكية تزكية شعبية وإلا تجيب عشر تزكيات من النواب أنا قاعد نسأل توا وينه بتزكية النواب حتى لتوا مازال مع الناش حتى علم في علاقة بتزكية نائب لمرشح محتمل حتى مثلا توا حزب الشعب بالأخير اللي عمل مترشح وداير في هدايا نحل القوس معتها فما حكاية متاع مبدئية في الموضوع كيفاش أنت تقول نساند المسار متاع خمسة عشر جويل ولكن في نفس الوقت أنا نترشح نترشح في الرئاسية فما حاجة رائد فما حكاية متاع معقول اللي يقول هو أنا نحب ندافع على مسار خمسة عشر نجويل شوف الجوابة أنا نحب ندافع على مسار خمسة عشر نجويلة ضد قيس السعيد شو معنتها؟ معتها قيس السعيد ما هو شي في مسار خمسة عشر نجويلة اللي انتي خمنته أو أحد عن مسار خمسة عشرين جويلة برؤية حركة الشعب هنا يلي أنه حركة الشعب غايبة خلينا تفهموا خليسوا نشوين شنوها مسار خمسة عشر نجويلة؟ مسار خمسة عشر نجويلة هو مسار قيس السعيد درا مثلا ماش حاجة اسمها مسار خمسة عشر نجويلة يا ديكم مسار خمسة عشر نجوه هو مسار عمله قيس السعيد كرئيس دولة في عام 2021 ونحل مجلس نواب الشعب عمل دستور جديد عمل بناء قاعدة جديد هذي الكله مسار هذي الكله مسار قيس السعيد لكن بالنسبة لحركة الشعب سيفوزي الرؤية يقول لك إحنا طالبنا بمسار خمسة عشرين جويلة قبل حتى أنه رئيس الجمهورية يقوم بالخطو غالط ما طالبو وبالنسبة لهم هما لأنهم كانوا في الحكومات المتعاقبة بعد انتخابات 2019 كانوا قبل بكانوش في حكومة الجمني هما واقفين كانوا كذلك في حكومة يالياس الفغفاخ شنو المسار اللي كانوا يحكيوا شنو المسار اللي هيحكيوا عليه أنتي كي تبدأ تقول أنا فهمة فهمة ناس خارين زادة اللي هما في وسط المسار قال نحب انا نرشح انا في وسط المسار متاع 25 جويلة ونحب نترشح لي اني نحب نندافع المسار وليس دائموما متاع المسار شني ه можете دائموما متل المسار عند خلاف قيس السعيد فهمة دائموما متاع مسار 25 جويلة أنا اللي لنقعد فهمة فهمة حكاية متاع ولاية المنطق لم يعد كانت تحكي منطق مع العباد معتها بالنسبة لي. اى ايف كان فاما مسار خمسة وعشين جولة. هو مسار قيس صعيد ما فاميش عجوي. اشنو مسار خمسة وعشين جولة? اشنو اشنو? اشنو عناوين الكبرى متاع مسار خمسة. اهيجي نحكيывайтесь عليهم هايت العناوين الكبرى سواء سياسيا. سواء اقتصاديا. ايجي نحكيه على المسار شنو العناوين الكبرى متاعه. هنا يا سيدي عنا حرية التفكير وعنه وجاب ربي ولحمد و الله عنا حرية التفكير. وتوا معاكم انتم وربي يفضلكم وربي يعاونكم. عنا حرية التعبير. هيجا نحكيه على هالعناوين الكبرى متاع المسار. هيجا نحكيه. هو العناوين الكبرى متاع المسار. في في بداية المسار وهنا نسمح لنفسي. نعطي الطرح متاع حركة شعب لاني هي غايبة. هيا يسيرش بطبيعة. يقول لك احنا طلبنا بالاسلحات. طلبنا بمحاربة الفساد. طلبنا بآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لهم في أكثر من مرة وكانوا من المساندين لدستو 22. صحيح. باي. ما سمعنا همش يتكلموا على الصلح الجزائي وطريقة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� المؤسسات ودورها في إغساء ديمقراطية ما سمعناهمش يتكلموا سمعناهم يتكلموا على الحريات صحيح تكلموا على الحريات ولكن بطريقة كيفاش تقول دافئة جدا ما سمعناهمش مثلا موساندين ضد السجناء ضد سجن سجناء الرأي ما سمعناهمش في الكلامة ذا سمعناهم يتكلموا بطريقة معدها طو احنا ما نحبوش نتكلموا على كان حركة الشعب ولكن اش بدنا حركة الشعب نحكيوا على المسار كمعادها حاجة ضد المنطق العادي أنا بالنسبة لي مسار 25 جويلة يمثلوا رئيس الدولة اليوم رئيس الجمهورية اسمه قيس سعيد هو اللي يعمل المسار يحمل فيه المسار فيه نوع من الخطاب السيادوي معادها السيادة متاع الوطن وترجع السيادة إلى آخره فيه من المؤسسات بناء جديد مؤسسات جديدة بدستور جديد عملوا وحده معادها وهذا بالنسبة لي الديموقراطين ما ينجمش ما يقبل كلام كمان هكا ما تنجمش تقبل دستور عمله شخص للمجتمع كامل الدستور هو عقد اجتماعي والعقد الاجتماعي يقعدوا الناس على طاولة ويقعدوا يتناقشوا فيه وتنجم تخرج العقد الاجتماعي متاعك كما في عام 2014 أخرجنا بعقد اجتماعي فيه وعلي دستور متاع 2014 مش خارق العادة فيه حاجات تتحسن إلى آخره ولكنه كان عقد اجتماعي متاع وقتها متاع عام 2013 و000 و14 ما تنجمش واحد يكون ديمقراطي ويقبل بالشي الي قعد عامله بالمرسوم بمية وثين وعشرين ما تنجمش تكون ديمقراطي وتقبل بصلحه الجزائي بالطريقة الي قعد يعمل فيها ضد الحريات وضد انتهاك ما تنجمش تكون انتي ديمقراطي وتقبل بانتهاك الحريات بالمرسوم الـ54 ما تنجمش تكون ديمقراطي وتخلي فما ناس في السجن على خاطر افكارهم وعلى خاطر أفكارهم السياسية معتها هذي الكل وسمحني معتها أنا المرشحين اللي جايين ونحترمهم الكل وما نحبش ننتقد حتى واحد فيهم فيهم ناس أفاضل ولكن أنا شخصيا سأنتخب واحد عبر بكل حرية على رأيه في الشي اللي صاير في هالبلاد هذه يلزم معتها عندك شجاعة باش تقول شنو رأيك وما بعد تتكلم على المؤسسات وقل لي شنو اللي كيفش ناوي تحسن هالبلاد وقاعدين نسمعه في الأرقام في علاقة بسحب البطاقة متاع التزكيات ورقة التزكيات من اللي زيل هي العليا المستقلة للانتخابات وقاعدين نسمعه تقريبا في أرقام فوق السبعين على الأقل أعلنوا نيتهم الترشح من خلال سحب هكالورقة قلت لي أنت هذية ظاهرة موجودة في العالم أجمع وأنا موافقك في كل الانتخابات متاع العالم أجمع فما ناس اللي ما عنده حتى علاقة بالشأن السياسي ولا بالشأن العام عموما ومن حقه بشي ترشح لكن في الأخير هل هذه الظاهرة في علاقة بمحطة انتخابية مهمة جدا في تاريخ تونس 6 أكتوبر 2024 هل هو علامة صحية في تقديرك؟ شوف أنا بشي قولك بكل صراحة معانتها أنا توا ننتقد رئيس قيس سعيد ولكن ننتقدش كشخص ننتقده كسياسة كتوجهات كوظيفة عامة كوظيفة كأقوال كأفعال إلى آخرين معاها احترامنا لهيئة الدولة والمؤسسة الدولة وكيف ننتقده مثلا الأمن ولا ننتقده معاها السياسة الأمنية متاع البلاد كيف كيف ما نتكلموش على العباد ولكن نتقده الإدارة ما نتكلموش على الإدارين نتكلمو على السياسات العامة في بنية الإصلاح بنية الحاجة ولكن الشي اللي بش نتقدوه واللي ما نتكلموش عليه بكيفة هي وضع المعارضة تونسية ووضع المجتمع المدني ووضع الأحزاب السياسية ووضع ما يسمى بالأجسام الوسيطة فيها من هاشاشة اللي احنا كنا غالطين في رواحنا احنا كنا نتخيله اللي تونس عندها أجسام وسطة قوية وعندها نقابات قوية وعندها منظمة وطنية قوية وعندها أحزاب سياسية قوية وعندها حضور شعبي وعندها مجتمع مدني قوي ظهر بالكاشف اللي ما فماش من المفروض أنه في وضع كيما هكا اليوم أنه تلتقي هذه الفعاليات الكل هذه الأجسام هذه الكل تلتقي على مرشح واحد من المفروض أنه تلتقي على مرشح واحد ما يخفيكش ما يخفيك سفوزي اللي فم حرب الزعمات أشوم من كاكة يا سي وليد هذه الفعاليات الكل ما هيش ما كانتش ما وصلتش الاتفاق أنها تجلس مع بعضها مش حتى بش يتفقوا بش يحكيوا بش يقعدوا مع بعضهم صار بعض التنسيق بين بعض العائلات السياسية ما بين كوسونجا تقريبا فرد دم ولكن أنت كي بش تقعد على موضوع كما هكا في تونس تقعد من أقصى اليمين إلى أقصى الياسر تقعد الناس كل مع بعضها وهذه في البلدان اللي فيها وعي سياسي قوي بربي خليني نقول لك نعطيك مثال أنا ديما ناخده مثال بش يقول لك شدي وعي النخاب في عام ثلاثة واربعين في فرنسا كانت فرنسا تحت الحكم حكمة فيشي عميلة عميلة للنازين تلمت المعارضة وقتها وحركات المقاومة تلمت في سميه المجلس الوطني للمقاومة وعمل هذا تحت رئاسة جون مولان في عام ثلاثة واربعين وعمل برنامج صغير سميه برنامج البرنامج جاذيه كان فيه تصور الى فرنسا بعد فيشي بعد فيشي شمعنتها؟ بعدها قالوا أوكي هالبارانتازة دي تعفيشي باش تنتهي؟ هاو كيفاش نحبه فرنسا من بعد؟ مثلا في فرنسا وقتها ما كانتش فامة سيكوريتي سوسيال قالوا نحبه تكون فامة شاسمه سيكوريتي سوسيال معتها وثيقة ما فوق دستوريا وحتى حد معاه درجعه في النظام المتاحه لليوم لأنه أسس أسس متاع نظرة مستقبلية احنا المجتمع المعارض في تونس والمجتمع المثقف ولا مجتمع النخب اللي في تونس النخب السياسية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية ماهيش قادرة باش تقعد باش تقول يا ولادي هالقوس هذي اللي بش يتنحق هالقوس متاع الاستبداد بش يقف وراهو بش ترجع الديمقراطية في تونس راهو هاو قول فوزي بن عبد الرحميس يا شخو قول قالها وبش ترجع رايبش ترجع الديمقراطية بش ترجع في البلاد والديمقراطية صحيحة وسليمة لأنه خذينا دروس من الماضي دروس سواء في الوضعيات القدم ولا سواء دروس متاع المنظومات الاستبدادية كيفاش النجمة تجي هال كي ترجع الديمقراطية هال نخب هذي غير قادرة أنها تجلس وتقول هاو كيفاش نحب تونس اللي نحب نعيش فيها من بعد نستعسم حكسي فوزي بن عبد الرحمن الوزير الأسبق والناشطة السياسي موجز نص نهار ونص على إكس بخسافان مع هاجر الماجري ونوصل معك الحوار نذكركم بداية من ماذي ساعة يكون ضيافنا من خارجي المدارس الكبرى لتواج والغدوة مع مجموعة من الجمعيات الأخرى العاملة في إطار الكفاءات التونسية بالخارج غدوة نظم تونيجيا جلوبال فوروم يحكيوا معنا على الموضوع هذا يرجعيني شكرا معكم في لوغونت اكس بخيس ونجدد التحية لضيفنا سيفوزي بن عبد الرحمن الوزير الأسبق والناشطة السياسية لو سهل بك سيفوزي وشكرا على قبول الدعوة ذكركم بعد تقريبا عشرين دقيقة من الآن ينضمونا عن جمعية التونسيين خارجي المدارس الكبرى كل من فاتن بن عيسى مريم السلامي وإنس ترجات نحكيوا على تونيجيا جلوبال فوروم غدوة لقاء مهم جدا لكفاءاتنا التونسية سواء في الخارج أو في الداخل كذلك هو صحيح الموضوع على الدياسبوغا والتونسيين بالخارج وخاصة كيفاش ينجموا يقدموا الإضافة في الوضع الاقتصادي الحالي لتونس ولكن زاد كذلك كفاءاتنا في تونس باش تكون موجودة وهوني نجم يكون التنسيق ما بين الاثنين مش نرجع معك سيا فوزي بن عبد الرحمن كنا نحكيه على المناخ الانتخابي ككل شنو الانتظارات اليوم من هنا لستة أكتوبر في علاقة بهذه الانتخابات شنو اللي ينجم يمكن يصفي الوضعية المناخ اللي تنجم تصير فيه هذه الانتخابات إذا كان ممكن اليوم نمشي وفيه خطوات في هذا الاتجاه أولاً العناصر متاع المناخ الانتخابي الكل في يد شخص واحد اللي هو سيد قيس عيد العناصر متاع المناخ الكل وحتى الهيئة المستقلة الانتخابات هي هي هيئة أعطيت الروحها دور اللي أقل من الدور اللي يجبها تلعب معتها من المفروض أنه الهيئة تلعب دور ولكن الهيئة بتركيبها متاحها اليوم بالنظام بتنظيم الصالة اليوم اللي موجود في الواقع معتها مسألة الاستقلالية حاجة معتها هي اليوم هي اليوم الهيئة تقول لك أنا عندي قانون انتخابي قاعد نتبق على فترة الإشكال وهو أنه القواعد متع اللعبة شنوه الإديال معتها في عام انتخابي في عام انتخابي الشعوب تقف مع بعضها المجتمعات تقف في عام انتخابي وأول شي يبدو يقيموا في اللي صار قبل وبعد يسمعوا في البرامج متع الناس اللي بيش يجيهم بعد هالنقاش المجتمعي هذي هو نقاشات هامة جدا 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 يجي نتفهم ويجي نحكيه هل أنه اليوم فرص النقاش اليوم وفرص النقاش المجتمعي اللي نحكيه عليه هذي معتها البناء يجي نقعده بالموضوعية هاو الحاجات اللي عملتهم انت بالقدار وهاو الحاجات اللي ما عملتهم مش بالقدار وهاو الحاجات اللي احنا المجتمع طالبهم وهاو الحاجات اللي نحبوهم ومن بعد نتفهمه على التقييم ومن بعد نتفهمه كل مرشح يقدم برنامجه ويقول هاني كيفش مش نبدلوها وشنوه رؤيتي للموضوع الى اخيره هل انو هذا الفضاء اليوم هل انو الفضاء العام اليوم مواتي لشيه داية مهوش مواتي. لكن هون ناسي فوزي زده ستاني ديال هذا زده لانو علامتي داد المراحل الانتخابية السبقة بين الضفرين ونتعسف هنا عمرنا ما كنا نصوتوا بالبرامج في تونس يعني. اما هات نرجعوا عليش. التواسة ما رجعوش ما ما صوتوش على البرامج. صحيح. صوتوا لانو المجتمعات الكل رهي تصوت عاطفيا معتها. يا جبني فولان. مش تونسرا وكهورة. في العالم. في العالم كامل اللي انسان يمشي وتحدوه مشاعر. والمشاعر هذيك اللي هي تخليه تصوت. وفما ناس عاملت تنظيرات وكتب تكتب على المشاعر الممكنة عند المجتمعات الكل. وفما هاو توا مثلا كيف تلقى انتي شنوه الحاجة اللي اللي هي نفس المشاعر في اللي تلقاها عند الالكتوران بتاع ترامب في امريكا. والالكتوران بتاع اليمين المتطرف في في فرنسي. في اوروبا. مثلا في اوروبا بصفة عامة. هي مشاعر الغضب. ومشاعر الغضب نيست بتمتغشة. واللي موجودين منهم برشة في تونس الناس متغشين. والمتغشين يوليوا ما عادش يخمم بالعقل ما يموش. يحب اولا يحب لغة متاع قوة. لغة متاع عرفتك اللي متاع لغة هكا قوية متاع حتى متاع قباحة معتها كان لزم معتها متاع متاع اي متاع لغة اقوى من العادة معتها تشنجة اكثر وإلى اخي يحب يسمع كاكة على خطره متغش يحب واحد يعبر له على شيء ذاك. الناس اللي يتكلم بالعقل وتتكلم على الاقتصاد وتتكلم على التنمية وتكلم على المناخ الاقتصادي. ما يسمعوا هاي الجملة هذوما. ما يسمعوا هما الجملة. على انا دباة مش نعملوه مع العباد المتغشين. ما تنجمش تعمل دباة مع الناس متغشين. اول حاجة. اثنين فما الناس خايفين. الناس خايفين لانه عنده مصالح عنده شركة صغيرة ربما عنده لديت عنده قراية عنده اه اه امور وقد قد الى اخير هي خاف. خاف على الهذوما الناس هذوما في اغلب بالاحيان يحبوا يكون يحبوا الامور ترجع الى ما كانت عليه. يحبوا الرياض ما يحبوا الرياض. ما يحبوا الرياض. الاكثرية متاحهم سعون دي ليجيتيميست. ما عطي يعطيه شرعية لأي انضيضان. اه اي نضيضان. اه. الشعور الثالث متاع الناس هو الامل. اللي يحدوهم ما عطي يقول وان حبوا امل متاع حاجة جديدة تصير. بلاد جديدة. الشباب عندهم ماذية. الشباب اللي يبدأوا تقام. يحب يغير. وذي نسبة قليلة مع للأسف. والنسبة الكبيرة اللي موجودة خاصة في تونسي اللي موبالات معتها. فما نسمة مايش معانا جملة. واكثر من خمسين في المئة راهم ما مش معانا جملة معتها. حسب الانتخابات تاع الفي ونسعتاش حسب الارقام الرسمية معتها متاع اه سواء الاستفتاءات اللي صارت استفتاء الدستور انتخابات التشريعية. المحلية. المحلية. الكل معتها معتها فما اكثر من اشتر المجتمع التونسي ما هوش معني بالشأن العام. بينما الشأن العام هو اللي. دوك ايو قتلي نقول انا شنو المنتظر في عام انتخابي. باش نجاوب على سؤالك بالطريقة الواضحة سي وليد. هو المنتظر نقاش عام. من نقاش مع بعضنا. يش نتناقش مع بعضنا. حليش رئيس الدولة ما يحكيش معانا? علش رئيس الدولة خطابه خطاب موجه من الفوق اللوتا كهو. علش ما يحكيش معانا? علش ما يحكيش مع الاعلام التونسي رئيس الدولة? علش من 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 عام الفين و تسعتاش. بعدك بتاع اللي قامت عميات يوم. هكا الاخير هذاك اللي هو والاخير. وعملو. علش اللي علش الاعلام العمومي اليوم? ولا اعلام رجعنا الاعلام ما قبل سبعة نوفمبر? وما يا ربي ما قبل الفين وحداش سمحني. الى اعلام سبعة نوفمبر. علش? الى اعلام عبداللهاب عبدالله يذكروا بالخير. معاتها ا oyun. هو ملاحين كل واحد كيفاش تذكروا افعاله. معاتها علش? علش رجعنا الهذية. ياخي ياخي الخو التونس تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتت يا جماعة. رأي تونس بتحكمش بالخوف يا هديكم ربي. العبادة اللي كانت تعمرهم عشرة سنين في عام الفين وحداش. ما يعرفوشي عن بار كات صون كات. ما تجربش تحكم فيهم بالخوف هذوكم. ولكنهم هذوكم مستقلوا. ما عادتها مستقلين يا نشاء العام. الشباب هذك الحركات الطلابية ما عادش موجودة لأنه كانت فيما جوه متاح حرية. ما كانت الحركات الطلابية كانت موجودة في الجامعة لأنه كانت فيما ضغط على الحريات السياسية وعلى الممارسة السياسية البرا. فكل عشرية متاع الممارسة الديمقراطية ما الحركات الطلابية ما عادش موجودة لأنه كنت تترجم تعمل السياسة في العشرة سنين اللي فات واللي تسميوها هما عشرية عشرية سوداوية عشرية تنتقل ديمقراطي. بالمساوي متاحها مساوي. عخطر العبادة اللي تتكلم وتقول هاو البرلمانات كيفاش وكذا كذا. يجي خلي بربي نحب نفسر حاجة للتواسع. راهو الديمقراطية هي عرق زادة كيف كيف. راهو نتخالفو. ونتعارك وتقول لي انتي والله هيكف معابير موسي كاسكو والاخري بالدم وكذا كذا. يا ولدي راهو وشوفوا البرلمانات في الدنيا كاملة. البرلمانات ربا ما احنا كثرنا لها شوي صحيح. ولكن ما فماش هي رياض معتها يلزم النقاش العام. فما في النقاش العام فما تشنش. شي طبيعي. معتها الديمقراطية انه نتعارك انا ويك بال بالافكار. الحاجة الوحيدة في الديمقراطية. الحاجة وحيدة تمنحها الديمقراطية. اني نهز عليك سلاح. وتهز علي انتي سلاح. العنف. كو. اه في علاقة بمؤسسات الدول. اليوم. وقبليك احكينا على مؤسسات الدولة. اه. وانتي توا قلت الكلمة يمكن تونس ما تتحكمش بالخوف. ولديالة هناك كونه تونس تتحكم بالمؤسسات. بمؤسسات الدولة من المفروض. هل في تقديرك في ما تبقى الآن من هنا لستة اكتوبر. اه. الفين واربعة وعشرين. اللي هو تاريخ الانتخابات الرئاسية. اه. عنا اليوم المؤسسات اللي بش. اه. بتكون محايدة في هذا المسار الانتخابي. واللي بش تكون بمعزل على. اي. اي. معناها. اه. اه. اتجاه سياسي. انا كتبت في الموضوع هذا. اكتبت اه. المشاكل اللي نعايشينها في تونس. من جراء العقل السياسي. لانه خب. اه. عندهم زوز حاجات. زوز عناصر. اتمثل هذه النخب. اولا. هذا العقل السياسي. لانه خب التونسية. من اللي. من الاستقلال حتى التوا. متاع سبعين سنة. حتى التوا. اه. اه. اولا. لا يؤمن بالمؤسسات. مؤسسات. عقل غير مؤسساتي. دوق ما بنينش مؤسسات. صحيح. والسبب اللي احنا اليوم فيها احنا اليوم. اللي فيها احنا اليوم. الوضع اللي احنا فيه. حتى معناش مؤسسات صحيح. وتوا نرجع على كلمة مؤسسات. والحاجة الثانية هي عقل لا يؤمن بالتراكم. التاركم معتها. انه نجيو احنا. انا نبني. ناخذ اللي اللي بنيته وانتي. وننطلع على البنية فوقه. لا انا اول حاجة نعملها كيف ناخذ عليك انتي. نكسر انا اللي انتي بنيته الكل. ونعاود ن نبني. دوق ما قعدنا ديما نبني. ديما كلمتي انا. فقعدنا نبني. وكان في الطبق الارضي معتها. احنا سبيسياليست متاع الريتشو سي. متاع الطبق الارض. دوق هذو مزوز. نرجع للمؤسسات. المؤسسات في تونس تقريبا. تقريبا. المؤسسات الكبيرة برشها. شمعتك ينتكلموا على المؤسسات بش يفهمونا التوازم. المؤسسة الامنية مؤسسة. المؤسسة القضائية مؤسسة. البنك المركزي مؤسسة. الادارة فيها برش مؤسسة. جهاز تنفيذي. الادارة فيها برش مؤسسة. مثلا معهد الاحصاء مؤسس. معهد الاحصاء. المحكمة. القضاء قلت مؤسسة. المؤسسات هذه. عندها عقيدة. العقيدة في نظام استبدادي. ونظام حكم فردي. اللي هو كيف كيف. استبدادي هو الحكم الفردي. في نظام حكم فردي. العقيدة متاع المؤسسات هي خدمة النظام. العقيدة متاحة هي خدمة النظام وكانت العقيدة متاحة المؤسسات هذه من الاستقلال حتى حتى التوى حتى اليوم هي خدمة النظام بينما العقيدة في مناخ ديمقراطي في مرجعية ديمقراطية هي خدمة المواطن خدمة مجتمع خدمة الصالح العام خدمة الدولة الدولة هي في مفهومها الشمولي الدولة هي اللي تخدم الصالح العام الدولة هي الحامية للصالح العام. الدولة هي اللي تحمي صالح العام. كتقول أنا راني الدولة اللي لا نخدم لا فئة. لا نخدم جهة. لا نخدم عائلة. لا نخدم شخص. أنا نخدم الصالح العام. كل حاجة فيها صالح العام. أنا هذيكا هي الدولة. العقيدة هذه ما تبدلتش. جاءت الثورة في عام 2011. والحزاب السياسية اللي اخذت الحكم في عام 2011 واللي تناقشت النخب السياسية ما كانش عندها تصور إلى تغيير عقايد هذه المؤسسات. هذيكا عليش اليوم المؤسسات بتاعنا ضعيفة برشا. والخوف كل الخوف. وهنا نحب نتواجه للناس اللي تساند في قيس سعيد. بسيلش. هسبعونها شوية. بسيلش. راهوا قيس سعيد بعد وهو بش يجي عبد اخر. سواء قد خمسة سنين عشرة سنين حتى مدى الحياة. بش يجي بعض واحد اخر. كي بش يجي واحد اخر بعد وهو بها النظام اللي موجود اليوم. بش يفك بها البلاد. بتفك الكامل البلاد. راهوا تنجم تكون الكارثة اكبر بخمسة الاف مليون مرة من الكارثة اللي احنا عايشين هاليوم. ونجم ونرجعوا الى حقابات اسود ما ثم في الحقابات التاريخية متاعنا. فاحنا الطبيعة متاع المجتمع متاعنا متاع تونس. اللي هو مجتمع ما يحبش العنف. مجتمع متصلح مع نفسه. ما عنيش في قويات. ومجتمع به توسي راه. والتونسي العادي معنات هنسان كيف تنحيله الغش. تنحي الناس الغاضبين. وترجع وتفسر له. وعليش مو متغش. يا ولدي عندك الحق تبنا متغش عشان نكلموه من الناس متغشين. يا ولدي عندكم الحق متغشين. متغشين هما راهو الغشم يجيب حتى شيء. يجي يجي نحكيه مع بعضنا. اقبل النقاش. اسمع الناس شو تقول راهو النقاش كيما يقول علي ابن بيطالب اه اضرب الحق بالحق ينطلق وبرقه الصواب. بعدها برق الصواب يجي وقت اللي تضرب الحق بالحق. كل واحد يعتقد اللي عنده الحق. انا عندي الحق وانتي تعتبر اللي عندك الحق. نضرب الحق بالحق ينطلق وبرقه الصواب وانطلقه وش نيصح. اما في مجتمع ما فيش نقاش نفهمه كاسبان ما نسيبه في بعضنا. ما النجموش نتقدمه. كل شكر الوزير الاسبق سيفوزي بن عبد الرحمن. كنت ضيفنا في حكينا خاصة على المناخ السياسي اللي بشو تدور فيه الانتخابات التاريخ متاع ستة اكتوبر الفين واربا وعشرين. مرة اخرى نشكرك سيفوزي بن عبد الرحمن. شكرا لك سي وليد وربي معكم وربي عاونكم وربي عاوننا نسكن. شكرا لك. بعد شوية نستقبله فاتن بن عيسى مريم السلامي وإيناس ترجات نحكيه على تونيجا غدوة موعد على امتداد اليوم غدوة برمجة خاصة على اكس بخسفام في تغطية لهذا الحدث اللي يجمع جملة من الكفاءات التونسية سواء في تونس إلا خارج تونس. راجعين بعد الفلاشبورد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة